وحول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من الرياضة المحلل السياسي أحمد الركبان سيد أحمد كما تعلم أدرجة الدول الدعية لمكافحة الإرهاب بعدد من الكيانات والشخصيات الإرهابية المرتبطة بقطر في القوائم الإرهابية من أبرز الشخصيات المدرجة في هذه القوائم عبد الرحمن النعيمي الذي يعد طبعا أكبر ممول للجماعات الإرهابية من خلال التبرعات من داخل وخارج قطر هل تحدثنا أكثر حول هذه الشخصية؟ أولا بسم الله الرحيم مساء الخير لكم والمشاهدين قناة البحرين حكومة وشعبا الدكتور عبد الرحمن النعيمي هو أحد خريجي جامعة قطر في العلوم الإسلامية ولذلك يحظى بأيدولوجية إعلامية وأيدولوجية دينية لدى حكومة قطر الحالية والسابقة ومن ذلك الحقيقة يجد هذه الشخصية دعم مالي ضخم جدا في أرصدته والتحويلات التي تأتي إليه سواء كان من قطر أو من عملاء لقطر عبد الرحمن النعيمي هو طبعا من أحد المطلوبين للولايات المتحدة الأمريكية عام 2014 وللأمم المتحدة وأيضا أحد المطلوبين للحكومة البريطانية عام 2013 ميلادي هذه الشخصية الحقيقة دعمت القاعدة منذ أن كان أسامة بلاد موجود حتى القاعدة في العراق وفي اليمن وفي سوريا ولذلك لديه حوالات شهرية تقاس بمليون ونصف دولار شهريا إلى القاعدة في سوريا وإلى القاعدة في اليمن زيادة على ذلك لديه تحويلات 357 أو 75 ألف دولار أو جنيه ستريني أيضا للقاعدة في سوريا كل هذه الأموال هذه الشخصية من أين أتى فيها؟ هذا دليل قاطع لأنه يتلقى دعم ضخم جدا من دولة تمتلك مال مثل قطر ولذلك قطر لديها علم بهذه الشخصية تصطيفه في الدوحة وينطلق من الدوحة إلى دول حقيقة تعينه على إيصال هذه الأموال اليوم الحقيقة هذه الشخصيات وهذه الأسماء تتخذ من بعض الجمعيات والمسميات التي يليل لها القلب عند العامة المسلمين باختيار الخيرية أو الدينية أو الإنسانية أو شيء من هذا القبيل حتى تكون تمرر عامل سهل لدى الدول الفقيرة تحديدة مثل اليمن والصومان أيضا هذه الشخصية يدعم القاعدة في الصومان وفي السودان كل الدول حقيقة تعاني من عبد الرحمن النعيمي كداعم رئيسي لهذه الدول وكداعم أساسي لبعض الجماعات الإرهابية وخاصة القاعدة عبد الرحمن النعيمي بالمناسبة هو الذي أسس الحقيقة بعض الجمعيات وخاصة جمعية تسمى بعيد الخيرية المدرجة طبعا في قائمة الإرهاب التأسيس والعمل لهذه الجمعيات تحتاج إلى أموال وإلى أفراد الغريب هذا الرجل حقيقة ينضم إليه واعترف في إحدى المقابلات التلفزيونية أنه ينضم إليه كثير من أو يتعاطف مع كثير من الإخوان سواء كان في المملكة السعودية في البحرين في بعض الدول التي يحتويها بعض من الإخوان كذلك أيضا ادعى في كثير من قابلات التلفزيونية أن المملكة السعودية في سجونها يضطهد السجين علما بأن المملكة السعودية بالمناسبة وخاصة سجون المباحث العامة هي إحدى السجون التي ترفع لها القبة احترام الحقوق الإنسان زارها العديد من السفراء والسفيرات في المملكة السعودية خاصة سفير بريطانيا وسفير أمريكا وزارها أيضا مندوب الأمم المتحدة وزارها أيضا الجمعيات الحقوق الإنسانية كلها زارت سجون المباحث العامة وضربت أروع الأمثلة بل بالعكس عاتبت المملكة السعودية على الزيادة في تكريم السجنة في إعطاهم حق التعليم في إعطاهم حق المعيشة مع أهلهم وذويهم الاتقاء بذويهم السجون كانت فاخرة يضرب لها المثل بأنها خمس نجوم سيد أحمد ألا ترى بأن العمليات الإرهابية التي تموولها وتدعمها الدوحة في انحسار خاصة بعد الإجراءات التي تبعتها الدول الدعية لمكافحة الإرهاب من مقاطعة ومن إصدار قوائم التي ضمت الكينات الإرهابية التي ارتبط اسمها بالدوحة والله أنا أسميت الدول الأربع الدول الفاضحة لسياسة قطر يعني هذه الدول حقيقة ساهمت في المجتمع المسلم والمجتمع الخليجي والمجتمع العربي المتعقل والمجتمع الأجنبي أنها ساهمت في فضح أعمال هذه الحكومة مع الأسف الشديد يجب على حكومة قطر أن تدرك تماما أن هذه الدول لم ترد فضح هذه السياسة إلا بعد ما صبرت أكثر من سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع بتحاول قدر ما تستطيع أن تلملم الأمور اليوم الحقيقة انحسر الدعم قطر لأنها الآن أصبحت تحت المجهر ولذلك الآن مركز الملكة عبد العزيزة الذي يفتتح مؤخرا في مراقبة الأرصدة ومراقبة الاتصالات ومراقبة التعاملات الإلكترونية يبدو أن قطر ليس لها سبيل الآن لديها الآن عشرين ألف حساب يخرج بأسماف تويتر من أجل إقناع الشعب القطري وإقناع الشعب الخليجي بما يدور داخل أروقة قطر بأنها آمنة وأنها مستترة وأنها مستقيمة ولذلك الآن ليس لديها أمام قطر الآن الدعم المادي انخفض منذ أكثر من حوالي تقريبا شهر أو شهر نص ولذلك لما تحسب التقدم الجيوش سواء كان في ليبيا أو في اليمن أو حتى في سوريا من بعد منتصف رمضان تقريبا بدأت الجيوش تتقدم الجيش يتضرر خلال يوم واحد إذا لم يأتيه دعم مادي أو معنوي أو دعم أسلحة كل هذه الحقيقة انحصرت لدى حكومة قطر الحالية ولذلك يجب على الحكومات الآن العربية والإسلامية والحكومات الأجنبية أن تدرك أن قطر تتدخل في كثير من القضايا لا نرغب الحقيقة لحكومة قطر حتى وإن زعل الإعلام منها وإن حاولوا بتر الإشاعات لكن نحن نؤمن بأن الشعب القطري شعب مكلوم ولذلك هو مننا ونحن من اليوم الحقيقة قطر بدأت تنحصر أعمالها وبدأت تنحصر نفوذها في الدول بدأت أصبحت الآن قطر شبه منبوذة من كثير من الدول ولذلك أي دولة الآن تتعامل مع قطر حاليا سواء كان يتعاملها اقتصاديا أو أمنيا أو حتى بروتوكوليا هي تتخوف من التعامل معها ولذلك الآن لو تلاحظ الآن الساسة في قطر لهم الآن أكثر من الشهرين تقريبا لم يكن هناك زيارات متبادلة من الحكومات عاد وزير خارجية الذي يتباكى في كثير من الملتقيات الحقيقة الأممية من أجل فك الاحتقان على قطر عندما كشفت أمرها من الرياضة المحلل السياسي أحمد ركبان شكرا جزيلا لك